منازل بانتظار لهيب جمرة القيضة حيث ستتحول جدرانها كجمرات من النار وأراضيها كمواقد للغليان درجات حرارة قد تعبر خمسين وليس على المواطن إلا التوجه إلى أصحاب المولدات الأهلية والخضوع للمزاجيات والاستغلال وهناك أيضا كورونا تفتك بمن يخرج إلى الشارع فصبر أيوب صبرك يا عراق ما لبث العراقي حتى يثبت للعالم قدرته غير العادية لتحمل الأزمات المعيشية فبلده ما زال يتصدر منذ 2003 قائمة أسوأ البلدان للعيش سنويا وما زال ملف الكهرباء يتربع على هرم الأزمات غير المتناهية والله أريد كهرباء كهرباء ماك مولد غالي مولد انبير عشرين وخمسة وعشرين ولا شغل ولا عمل وهذا شغلت الحضر علينا قاعدين على الطالب الطالب ويريدون خمسة وعشرين ألف بالشهر علينا ماعدنا منين نجيب إحنا ريد المساعدة من حكومتنا العراقية تلتفت علينا تلتفت على الفقير تلتفت على المسكين الانبير خمسة وعشرين وعشرين ووطنية ماكو يعني هسي احنا بالفين وعشرين المفروض يعني يصير حالنا حال الدول المتقدمة كهرباء مالتنا عن الانبير بثمنتعش وفوقها حضر يعني العالم مين تجيب اكو بيهم والله حتى ما يشتغلون يعني مدرش شون عايش شين تعود حكاية أزمة الكهرباء إلى عام واحد وتسعين عندما دمر الطيران الأجنبي معظم محطات البلاد الرئيسية فاستمرت الأزمة حتى وصلنا إلى عام الفين وثلاثة عام التحول وتفاقمت الأزمة سبعة عشر عاما والانحدار مستمر ثلاثة وستون مليار دولار صرفت على الكهرباء والعداد الزمني للإصلاح لم ينتهي بعد أو لم يبدأ بالأصل وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى عشرين ساعة في اليوم في حين أنتجت دول قريبة للعراق شبكات كهربائية أمنت حاجتها الوطنية في ظرف زمني لم يتعدى سنة واحدة نحن كمواطنين نطلب من الحكومة ونحملهم كافة المسؤولية أن يلتفتون على واقع الكهرباء يعني أنت يا محافظ الأنبار يا مسؤول يا مدير دارة الكهرباء ما عايش بمدينة الرمادي ما تعرف الواقع المأساوي اللي داي عانون أهل الرمادي ملينا من مطالبتنا يومية كهرباء كهرباء وهذا هو أبسط حقوق للمواطن الأنباري وتتجه الأنظار صوب نتائج تحقيقات اللجان التي شكلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء وسط مطالبات للكشف هذه المرة عن شبهات فساد إدارية ومالية وبالأسماء مع تطلعات لاستجواب علني لوزير الكهرباء الحالي المتسبب الأول بأنين أهل العراق وهم يقبعون تحت لهي بشهور الصيف